التقى وزير الأوقاف أسامة الأزهري وزير الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ في مكة المكرمة بحث اللقاء أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة إلى تفعيل وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ونحن في مصر بداية وقبل كل شيء نعتز اعتزازا لا حدود له بالأخوة التامة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وندعو الله تعالى لأرض الكنانة مصر وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وللقيادتين الحكيمتين بكل السداد والتوفيق فيما يعود بالخير على البلدين العظيمين وعلى الإسلام والمسلمين وعلى البشرية كلها يأتي هذا المؤتمر المهم والموفق لحشد عدد كبير من السادة أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السماحة المفتين والعلماء الكبار من مختلف أنحاء العالم لنكون جميعا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد في التصدي للإرهاب الأسود الذي يريد الشر لبلادنا وأوطاننا ومقدراتنا فنحشد كل طاقاتنا وطاقات وزاراتنا ومؤسساتنا للتنسيق ونقل الخبرات والتعاون في مواجهة هذا الإرهاب وفي تفكيكه وتفنيد أفكاره وتفنيد منطلقاته وأدبياته ومفاهيمه الحائرة المغلوطة كان الحضور كما رأيتي والعمل والله الحمد وفقنا فيه إلى حد كبير جدا جدا فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وهذا المؤتمر إن شاء الله من المؤتمرات التي سبق أن عقدت في المملكة العربية السعودية ولقد نجاح كبير وسيستمر هذه المؤتمرات إن شاء الله في كل وقت لخدمة الإسلام والمسلمين شكرا